السلام عليكم اهلا بكم في فيديو جديد من قناة ماميس كراف معاكم هيبا موسى والنهاردة عندنا نشاط ممتع جدا هنتعلم مع بعض ازاي نعمل ماسك مميز للبنات طبعا كلنا عارفين قد ايه الاطفال بيحبوا الماسكات في المناسبات زي اعياد الميلاد وحفلات الحضانة الخامات بسيطة جدا والفكرة هتكون ممتعة عليكم والاطفالكم كمان تابعوا معايا خطوة بخطوة ويلا نبدأ مع بعض اول خطوة هنجيب ورقة مقاسة 22 في 14 سنطي وهنتنيها بالنص ونرسم نص الماسك عليها علشان لما نقصها يكونوا النصين قد بعد بالزبط ولو مش حابين ترسموا هسيب ليكم الماسك جاهز في صندوق الوصف تقدروا تتبعوه وتستخدموه على طول بدل ما ترسموا بعد كده هنقصت الشكل اللي رسمناه وما ننساش نقصت مكان العينين اشتركوا في القناة ولبعد كده هنحط الشكل المقصوص على ورق كمسون او فوم لونه بيج ولو مش عندكم بيج ممكن تستخدموه ابيض وتلونوه هنرسم حولين الشكل ونحدد مكان العينين ونقصوهم دلوقت هنبدأ نعمل الشعر هنقص الجزء بتاع الشعر من الرسمة اللي عملناها وهنقله على كنسون السود وهنستخدم قلم فاتح واحنا بنرسم على الكنسون الاسود عشان يكون واضح وبعد المقصوه اشتركوا في القناة وعلشان نعمل الحواجب هنقصوه من الرسمة الاصلية ونرسموه على كنسون السود ونقصوه بعد كده هنقص التاج اللي فوق الشعر ونرسموه على فوم جليتر ازرق ونقصوه اشتركوا في القناة وبنفس الفوم الازرق هنقص دايرة صغيرة قطرها تقريبا اتنين ونص سانتسي هناخد فوم دهبي ونقص منه دايرة اكبر عشان تكون خلفية للدايرة زرقه ودلوقتي هنبدأ نجمع كل الاجزاء اللي احنا قصناها هنجيب الوش ونلزق عليه الشعر وفوقهم التاج وعشان نكمل التاج هنعمل مسلسين صغيرين من الفوم الازرق ونلزقهم في الجنبين بالشكل دا هنلزق الدايرة زرقه على الدايرة الدهبي وهنثبتهم في نص التاج ودلوقتي هنرسم الرموش وبنحددهم بقلم حبل او في المصدر اسود وبعد كده بنثبت الحواجب اشتركوا في القناة وهنا استخدمت الونا بيض عشان نعمل تفاصيل في الشعر بالشكل اللي قدامنا دا ودلوقتي بلون خشب بوني هنعمل زر بسيط كده على اطراف المسك من تحت هنقص مسلسين صغيرين من الفوم الدهبي عشان نعمل بيهم الحلقة وهنثبتهم في الجنبين بالشكل دا واخر خطوة معنا هنجيب عصاية شيش طابوك وهنلزقها من وراء بمسدس الشامع عشان نقدر نمسك المسك منها وبكده يكون المسك بتاعنا خلص اتمنى تكونوا استفدتوا في الخطوات ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة علشان تتابعوا كل جديد اشوفكم في فيديو جديد ورايب باذن الله